أهلا بكم بينما يستقبل العالم عاما جديدا اليوم تدشر غزة شهرها الثالثة من الحرب هذه الحرب التي خلفت حتى الآن ما يقرب من 22 ألف قتيل وعشرات الألاف من المصابين وتحطمت على إثرها أكثر من 70% من البناء التحتية وخرجت عشرة المستشفيات عن الخدمة عام صعب بكل المقاييس على أهالي غزة حتى أن صحيفة وولد ستريت جورنال وصفته بعام الحرب الأكثر دموية في التاريخ الحديث